جهود غير مسبوقة تقوم بها الدولة المصرية لنشر مظلة الحماية الاجتماعية على الفئات الأولى بالرعية من خلال العديد من المبادرات والمشروعات التي تهدف لتخفيف العبء عن المواطنين وتأتي مبادرة كتف كتف بقيادة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تتويجا لتلك المبادرات من خلال استهداف تلك الفئات وتوسيع قاعدة المستفيدين وتوحيد الجهود الأهلية والحكومية للوصول بتلك المساعدات لجميع الكرة والمحافظات ها هو جسر الخير بأكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في مصر كتف فكتف والتي جاءت لتوسع قاعدة المستفيدين من الفئات الأكثر احتياجا تجدها هنا من خلال مؤسسة أبو العنين لأهالي محافظة الجيزة ضمن 16 محافظة يستهدفها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقا لتوجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك احنا عندنا مبخ بيعمل وجبات ساخنة على مدار السنة نعمل وقت رحمن في رمضان إن شاء الله كل سلام عليكم طيبين وعندنا مبادرة ان احنا بنصرف سراميك لكل دور العبادة في مصر سيتم توزيع ما يزيد عن 200 ألف صندوق على أهالينا بجنوب محافظة الجيزة وذلك وفقا لقاعدة بيانات للأسر الأحق بالرعاية ويحتوي الصندوق على مستلزمات المائدة من السلع الأساسية لشهر رمضان الفضيل بنقدم لأهالينا وأصرنا محافظة الجيزة كاراتين الخير لأهالينا بمناسبة شهر رمضان المبارك ده يا فندم طبعا تبع مبادرة سيد رئيس عفتاح السيسي مبادرة كتف في كتف بالتعاون مع التحالف والوطن العامل الآلي التنموي مؤسسة رمضان يا فندم بتقدم لأهالينا وأصرنا كاراتين الخير في كل محافظة الجيزة الكاراتين يا فندم بتكفي من الأربع لخمس أفراد احنا بنقدم لأهالينا في الجيزة كاراتين ومساعدات نأدية ومساعدات عينية ده بالإضافة ان احنا في شهر رمضان شغالين مطبخ الخير وموجود عندنا مقيدة رمضان طول فترة رمضان احنا مستمرين في العمل بالنسبة لتفريق الشونة والكاراتين طول شهر الرمضان انا جيت النهاردة خدت الكارتونة بكل سهولة والناس بينظمونا وما فيش اي حاجة وقد تغلق الف خير يعني السيد الرئيس ستة ملايين صندوق مواد غذائية من اربعة وثلاثين مؤسسة وكيان خدمي وتنموي منتشرين بالمحافظات سيتم توزيعهم على عشرين مليون مواطن بجميع محافظات مصر ما يتم هنا من احد الكيانات بمحافظة الجيزة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي هو نموذج لما تنفزه مبادرة كتف في كتف والتي تعد اداة مهمة للتكاتف من اجل تخفيف العبء عن كاهل اهالينا الاكثر احتياجا سالي سالم التلفزيون المصري